رحنا المباراة دي عديت على الكابتن محمود الخطيف في البيت واخدته معايا في العربية يوم 27.11.2020 وروحنا على استاد القاهرة في اليوم ده الكابتن محمود قال لي انا بالضبط عايز اوصل على معاد المباراة وكان اليوم ده برد جدا واحنا رايحين ركنت كده في مكان علشان افاول العربية ندخل البنزينة فالكابتن محمود قال لي وقتها انا عايز انزل اتماشى عايز انزل اتماشى في الشارع فركنت على جنب ودخلنا البنزينة فالقيت الكابتن محمود مشي لقيت مجموعة كبيرة جدا من جماهير نادي الزمالك اللي كانت راحة ازر في رقيتها في الوقت ده فالقيت وقتها جمهور نادي الزمالك وقف بيتصور مع كابتن محمود الخطيف فانزلت علشان اشوف الموقف او الوضع وقتها لقيت الناس كلها بتتصور معاه بحب وبقولوله بالتوفيق يا كابتن كان الفترة دي احنا عارفين وقتها يعني الحاجات اللي كانت بيتعرض لها كابتن محمود الخطيف وكان متعاطف معاه جمهور الزمالك قبله جمهور الاهلي في الموقف اللي كانت بتحصل وقتها فقلوله وقتها بالتوفيق للنادي الاهلي وتكون مباراة حلوة يعني تليق باسم الكرة المصرية وروحنا وقتها على الاستاذ في معاد المباراة بالزبط وقتها كان يوم فرحة يعني يوم كبير جدا للنادي الاهلي بفوزه بهدفين يعني مقابل هدف للنادي الاهلي ونزل وقتها سلم كاس افريقيا للعيبة النادي الاهلي وكان حرص محمد الشناوي واحد من كابتن النادي الاهلي الكبار ان الكابتن محمود الخطيف يكون موجود معاه وهو بيرفع كاس افريقيا كابتن محمود بعد على منص التتويق خلص فهو متاجه علشان يطلع ويسيب الملعب ويسيب الفرحة للعيبة محمد الشناوي كابتن الفريق هو اللي اصر وقتها وخاد الكابتن محمود الخطيف من ايده لا لازم تشاركنا يا كابتن اللحظة والفرحة دي بعد ما خسرنا بطولة افريقيا في 2017 في تونس ووقفت جنبنا ودعمتنا وسنتنا وكان تعرضنا لخصارة كبيرة وقتها من سانداونز وانت وقفت جنب النادي الاهلي فده الوقت اللي انت لازم ترفع معنا كاس افريقيا اللحظة الحلوة وقتها تقبيل الكابتن محمود الخطيف اللي رأس مؤمن زكريا اللي كان مشارك وقتها وهو بيرفع الكاس مع الكابتن محمود الخطيف مؤمن زكريا وايضا محمد الشناوي وهتاوا احنا راجعين بيكلموا المسؤولين في النادي الاهلي يا كابتن فيها عداد كبيرة جدا من جمهور النادي الاهلي امام النادي ودخلت ملعب مختار تيتش قال لهم وقتها جمهور النادي الاهلي يتشال على الرأس جمهور النادي الاهلي لازم تكونوا وقفين جنبه محدش يتعرض لاي فرض من جمهور النادي الاهلي سيبوا الناس تفرح سيبوا الناس تحتفل وانتوا وقفين بعيد واي حد محتاج حاجة وقتها اقفوا جمهور النادي الاهلي العظيم